مع حضراتكو تباعاً لكن خلينينا في البداية انتهز فرصة وجود المهندس عدلي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم كان فيه اجتماع مهم للكابت المحمود الخطيب رئيس النادي مع الشركة وترتيب أوضاع البيت إيه اللي ممكن يتقال لجمهور الأهلي كواس السؤال ده إيه اللي ممكن يتقال وانا إيه اللي ممكن يتقال التفاصيل مش ممكن تتقال لكن العنوين والتوجه هو الكابت الخطيب في ظرف انه كان لازم يسافر في حقنا مهمة جدا كان لازم يخدها وحتى يعني واحنا عادي لقيته بيتكلم وبيستأذن انه يتعدل المعاد يعني لحد بعد جمع العمومية خريس انه يحضر سلسلة من الاجتماعات ويرتب الأوضاع أو يراجع الأمور ويطمئن على كل التفاصيل ويواجه بالتكلفات ومن ضمنها اجتماع مع يعني شركة كرة القدم وهنا يعني انت جايب فقرة لا يعني انت جايب فقرة بس انا عايز اقول ايه الناس بتقول ليه الشركات دي لان كل شركة ليه عوزة يعني ألمه بالموقف حط ايده على ما يحدث حط التصور هو طبعا من خلال اجتماعاته المستمرة مع كولر ما يمكن ان احنا الخطة اللي نتوجه اليها وكان اليوميها هو بيرتب لاجتماع مع قطاع الناشئيين يعني احنا الاجتماع تم في مدينة ناصر ايه فموجود كابتن وليد وموجود محمد شاوي كابتن بدر رجب كابتن بدر رجب للاطلاع على مجراته وكابتن شطة كاكاديميات وكابتن شطة كاكاديميات فكان اجتماع لتربية الامور مع بعض كويس واللي كان محتاج ان يتم او تتحرك فيه الشركة تم تكليف الشركة به مه ف ودي متقودنا بقى استاذ ابراهيم الفترة الفترة احنا عانينا من حجم تنظير هو المفروض مش كان ايه العشوائية دي سبع سنين هو النادي الاهلي مش عارف ان العالم كله مشتغل بالنظام السكاوتنج ايه المفاجأة دي والله السكاوتنج مع ان احنا اول ما قلنا لكم السكاوتنج وعندنا قدرت السكاوتنج وبتعمل ايه قدرت السكاوتنج ف السكاوتنج ما قدية دور وبتطوره وبتتمدد عشان ما تشتغلش في حيز المحلية فقط والتنظيم حيشمل حاجات كثيرة جدا يعلن عنها اول ما تم يعني احنا احنا شغالين بالشكل يعني هو انت تفتكر يا سيد فراهيم لما انه اللي هيعمل شركة للكرة يعني حتى لو احنا ما عندناش تصور هنطالع على الشركات اللي قابلين عشان نقود منها التصور السليم ولا طبعا ولا احنا يعني مشان يعني ف بس انت زي ما قلتلك انت زي نظام تتابع في مرحلة تسليم والسلام على النظام مستقر اعتاد عليه المناخ الكرة والمصري وكل شوية بيجي لك تكلفات تضيف الى مشؤوليات الشركة حتى تستقر الامور بشكل اللي في الاخر الطبيعي جدا والسليم اللي هو المثال يعني انما قطعنا مرحلة كبيرة جدا في الكلام ده والكابتن كان حريصا متنقشنا مع بعض وطلع على ما تقوم بالشركة بإداراتها المختلفة ويعني حتى هو انبسط يعني كان بيسأل انا عايز كذا كذا يفاجأ ان تبتفضل موجود موجود وحنستكملك حاجات عشان خلال 48 ساعة تبقى بالشكل اللي حضرتك عايزه تماما يعني يعني فيه حراك يعني انما في الاخر اللي تعرف ان الرؤية الفنية ما هياش قرار إداري يعني مش معنى كده ان طبعا انتما الشركة ما جابتش ما عمرتش لأ احنا درنا ان نهيق بمعلومات سليمة واتصالات واقعية في حدود قدرات النادي وما يتكلف به ويبقى كله في حوزة الأجيزة الفنية تنطقي ما تراه واحيانا انت بيبقى فيه لعيب كواس جدا جدا بس بالمعايير التاكتكية اللي المدرب عايزها انت وصلت انك بتكلم على طول اللعب ووزنه يعني التكليف اللي بيجي يبقى خلال اللعب لا يقل عن كذا ووزنه ما يزيدش عن كذا ومواصفاته مواصفات في كل حاجة السرعات الحالة النفسية انتقالاته الحالة البدنية لكن بتهيلك لحظة والناس يبتدت دلوقتي تشوف مودست بعناية اكتر وده اللي انا كنت خايف عليه من اي فرد مش مودست بس اي فرد حيجي حيتعرض للتوقع الضخم مهاجم سوبر ولذلك الاعلام مازال يتداول هذا الامر لاعب مرعب حيقلب الموزين اربع الفرص مفيش كده مفيش اربع النهار ده الماتش بتاع المنتخب رغم سهولته فرص كتيرة بتضيف حرص ست اهداف وفينا تتلع تقولك ما عند ضيعنا خمستاشر واسهل طبيقة كرة القدم لو كل كرة بتيجي ده يبقى طايرة مش كورة ولا طايرة حتى الطايرة مفيش كده يعني انت لما تكون عندك سنتر بلوك كويس ما بيقدرش يطلع ياخد كل كرة عندك راجل في مركز اتنين واربعة بالضربات استحقة عنده نسبة لان فيه انت بتلعب وقدامك الناس بتلعب وبتقاومك في ظل الظروف الطبعية انك انت لو ستحت ان تخلق الفرص انت عندك امل ترجم بقى وانت لو انت استاذ ابراهيم زيما تكلمنا شفت هدفين الدوري مش هتاجي دراس حرب صريح بينافس على هدف الدوري غير مبلوله وده وارد ان يتفرز لك في اي مكان لان على اي حال عايزين نقول انت تأخذ بالاسباب الملاخزة التكلفات تمت التكلفات تمت لتحقيق او تلبيت احتياجات الفريق والتحركات موجودة تمام والبيانات تستكمل المعلومات والاتصالات دائرة لكن كل ما تسمعه من اشعاعات سد من اللي يعجبك والله انا ساعات اقسم بالله بيمخولوني انا فابتدي اعمل يا جماعة حد عمل يعني اسمع فلان اقترب وانتهى وفي حد اتصل يعني اقول اي ممكن حد من مش عن طريقنا او مش معرفش انا اننا عارض التلفون وانا نايم ولا حاجة مش تكوني لكن هكذا دور الاعلام ان يجتهد وهكذا دور ان تعمل بقدر كبير من الصمت لانجاح المهم بتاعتك في ظل الاتنين دول كل واحد عنده الحق في ان يمارس عملي بالشكل اللي يرى مناسب وحلوة اهي شوية يعني حركة في المجال الدنيا بقى مع هذا الاجتماع الدنيا ماشية ازاي تاني برضو عاش تفاصيل لا مش تفاصيل انت قلتلي تمت التكلفات وتحديد المهام وقالية الحركة مش كده؟ القرار مش هنا مش عند الشركة بقى القرار الفني يظل في ايد النادي ممثلة في الكابتل الخطيب واللي جانا التي يراها مع الجهاز الفني ممثلة في كل ده القرار ممثلة في كل بس بيشتغل على دهاتة مقدمة بشكل معين من الناس اللي بيشتغل ووفقا لرؤية مستقرة عليها من خلال الكابتل الخطيب مع مستر كولا بيجيلك بيجيلك شكل شكل الطلب عامل ازاي اه يعني تدور فين تدور فين اه وعن ايه وعن ايه طبعا وعن ايه بناخد بالاسبات احيانا كثيرة المفروض تنجح وهذا ما يحدث اللي قالي بدليل ان معظم الاجانب اللي جوم بعكس ما يتم ترديده حققوا نجاح النهاردة الناس مش عملة طول فينك ازاروا فينك يا باجي اللي كانوا بيلقوا اللجوم يعني انت لو احنا بس بنهدى على نفسنا الدنيا تستوي في معادة وطول ما انت ماشي بتحقق هدافك بالنسب المقبولة لنادي كبير جدا زي النادي الالي انت معدلات النجاح بتاعتك فوق ال 85% مهم كرؤية لشركة مع كابت الخطيب انك تطور وتضيف وتغير وانت في حالة نجاح انت مش دورك بس فني يعني انت مش دورك بس بتجيب العيبة او بتدور على معلومات او بتعمل علاقات لا ده في دور اخصادي مهم جدا يكاد يكون من اهم ادوار الشركة انك تخلق مجالات جديدة انك تزود بها ده اخلق عشان تعرف تمول الاحتياجات بتاعتك وهذا ما نفعله يعني بتركيز وبنفكر زي تطور الامور ممساعدة برضو افكار انت عندك لجنة تنمية موارد في النادي مفيش انفساد لو عندهم افكار بنتبادلها بنتكلم فيه اتصالات بناستثمرها مع بعض عشان النادي ينجح شركة كرة القدم هي جزء من النادي الاهلي الشركات الاهلي هي جزء من النادي الاهلي غير منفصلة عنه مش كانات مستقلة مهم تعبر عن اهدافه ومصالحه ويستطيع النادي الاهلي مش يستطيع الميزانيات بتاعتها هي المجالة عندك لو تذكر في وقت ما كانت بتمول في النادي الاهلي عين والنادي الاهلي بيعمل الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يعدد من مصادر داخله مهم فبإذن الله نحافظ على الاهلي كما طاورنا مع التطوير الواجب لكل لغة وكل عصر مع الاجتهاد اللازم مع الثقة اللي هي حمية النادي الاهلي بين الجماهير والنادي وبين الأعضاء والإدارات المتعاقبة وبين حرص هذه الإدارات عن تقدم أخصى ما تستطيعه وعندما بيجي شيء يختلف عليه يعني طريقة أنك تقدم نظام أساسي مسموح لك وبتتكلم وبحرية وده حصل معنا احنا وبتنتقد ولم يمنعك أحد ويحسب للمجلس السابق هذا الأمر واختلافنا معهم ونجحنا في معركة عدم مرور نظام أساسي كنا نراه خطرا عن نادي الاهلي إذن الشغل هو لازم يتم كده باستمرار واللي التمسك بسوابة الأهلي هو اللي تمنك على الأهلي للمستقبل غير كده تخاف على الأهلي تخاف على الأهلي ما تخافش على الأهلي طول ما أنت متمسك بالسوابة وما تعلمته وتستطيع أن تنقله إلى من يؤمن به ويخلص فيه الحفاظ عليه طور بأليات العصر يعني إحنا مثلا من 20 سنة ما كانش فيه الأليات المتاحة النهاردة من 30 سنة أو 40 سنة ما كانش فيه استثمار في الميديا أي فيه أليات كل شيء بتجيله عليك أن تستفيد منه وعليك أن تسبق الأزمة أن تسبق الأزمة يعني أنت وانت يعني لما جاء النادي الأهلي مثلا يعمل إدارة تصويق الإستثمار فيه محاولة لتحويل الأهلي إلى الشركة كان ده الغرض أن الأهلي يبقى شركة نتيجة الحوارات والدراسات على فكرة هو النادي بدأ شركة يعني 2007 النادي بدأ شركة مساهمة هي بس بعد الثورة اتغير النظام الأساسي في الرياضة كلها بعد ما كان شركة مساهمة أصبحت أندية خاصة ذاتها نفع عام لا تستهدف كلمة غريبة جدا تركيبة هي كان في ظل الوضع الاشتراكي وده الأكبر عقبة كانت معنا ويحسب الدكتور علي الدين هلال أنه استجاب لتجربة الأهلي واستدعاني واستدعى معايا الإدارة القانونية واستطاع ويحسب بعد كده المونتس خالد عبد عزيز وهو وزير القانون الجديد مش يسمني كمال يا المونتس اللي خالد عبد عبد عزيز استناني بس أقولك لأن الرياضة هي الصعبة وعلى فكرة القانون الجديد بس أكمل تجربة لأن الرجل ده يجب أن يأخذ حقه يعني الرجل ده مسمعش وشكت وقالك طب على بركة الله يلا اشتغلوا طب وانتوا هتحققوا كلام ده قلتوا لي لا ده احنا محتاجين نغير كذا ونغير كذا لأن النظام الأساسي بيقولوا فعمل لجنة موسعة مع لجنة شباب والرياضة في مجلس الشعب وقابلنا ست وزارات بست وزارة ودار حوارا هائلا واستطاعنا أن احنا نطبق بعض اللواح القائمة على الرياضة ونستفيد منها واستطاعنا أن نخلق احتياجات جديدة خد بيها قرارات جديدة ومرت في يعني طرحت على مجلس الشعب أنا قابلت الدكتور عليه ديني لات رحمة الله عليه حسام عوض والد أحمد حسام كان رئيسا للشباب في المجلس خد ونزلنا وقال له عدلي وعملنا وسأوينا ودي التوصيات وعايزين نعتمدها مع عليك وتناقشنا والراجل مرر كل التعديلات المطلوبة إذا أنت دايما بتسبق وتقطاحم حاجات تبدو صعبة لكن بمساعدات وإيمان وإصرار بتلاقي اللي يعاونك ويساعدك بعد كده تم اكتشاف أن القانون عايز تطويره ومازال عايز تطوير وهذه سنة الحياة لأن التجربة بتقولك هو التعديلات اللي خدناها في القانون أفادت ولا كان ليه عيوب تانية تم تيجي نعدلها لكن لحد ما نصل الصيغة الكاملة ونثبت بقى اللي نقدر كلنا نشتغل بقاليات وتمنع المشاكل مش عايزين كل شوار روح للاتحادات الدولية عيب إحنا مش مالة صغيرة عايزين القاليات اللي تخلينا تضمن حل مشاكلك داخليا بطريقة عادلة وعاجلة فكل وزير بيجي بيحاول يطور على القابلة وبالمناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر